موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام لحلقة جديدة من ملف اليوم ناقش فيها المحاور التالية ما هي تداعيات التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة وما المطلوب توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا في وجه محاولات الاستفراد الاسرائيلي بي اجتماع الكابلنت الاسرائيلي غدا لبحث التصعيد في قطاع غزة والسينارياة المتوقعة هذه المحاور ومحاور اخرى بطبيعة الحال سوف اناقشها بالتفصيل مع ضيفي البداية مع ضيفي الاستوديو الدكتور عبد المجيد السوالم الكاتب والمحلل السياسي اهلا بك معنا ومن الناصر الاستاذ نظير مجلي المختص بالشأن الاسرائيلي اهلا بك استاذ نظير اهلا بك ضحة والاستاذ الدكتور والاخوة المشاهدين ضيفي اسمح لي قبل ان نبدأ هذا الحوار ان نتوقف مع زميلتنا اسلام الزعمون ورسلتنا في المحافظات الجنوبية للوقوف على اخر تطورات الميدانية هناك اسلام ضعينا في صورة اخر تطورات الميدانية والتصعيد والعدوان الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية يعني ما زال القصف مستمرا حتى هذه اللحظات ويأخذ منحة تصعيد كبير في قطاع غزة في اخر الغارات الجوية الاسرائيلية بالتحديد طائرات الاستطلاع الاسرائيلي قبل قليل غارت على بعض المباني السكنية غرب او شمال غرب مدينة غزة في تلك المنطقة وايضا صاروخين من طائرة الاستطلاع الاسرائيلية على عمارة حرارة غرب مدينة غزة يعني على ما يبدو تمهيدا لتدمير كلتا العمارتين السكنيتين قبل ذلك تم تدمير عمارة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة وهو حي مأهول بيئة سكان هذا المبنى مكون من ست طوابق وفيه ايضا جمعية خيرية تابعة او جمعية تركية خيرية وايضا مركز ثقافي في هذه المنطقة وايضا يعني خلف اصاء تدمير كامل للمبنى واصابة طفيفة لاحد المرة في هذا الشارع ايضا سبق ذلك استهداف لعمارة اقطيفان غرب مدينة غزة مكونة من ست طوابق في تلك المنطقة ايضا مأهولة في السكان وهذا التصعيد خطير كبير تتسع فيه دائرة الاستهداف الاسرائيلي والغارات التي بدأت بشنها منذ ساعات الصباح الاولى وحتى هذه اللحظة سابق جملة هذه الغارات ايضا استهداف لدراجة نارية شرق جباليا شمال قطاع غزة بيئة تحديد واصابة لمواطن حسب المصادر الطبية اكثر من 120 هدفا حتى هذه اللحظة في كل محافظات القطاع شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية من طراز F-16 وايضا طائرات الاستطلاع الاسرائيلي وطائرات الاباتشي الحربية قبل قليل ايضا المدفعيات في عرض بحر قطاع غزة او البارجات البحرية بمنطقة الواحة بالتحديد يعني عدة قذائف تم استهداف شاطئ المناطق الشمالية في قطاع غزة اذا ما اتجهنا الى المناطق الشرقية وعلى طول السياج الفاصل قبل قليل قامت المدفعيات الاسرائيلية ايضا باستهداف عدة مواقع قريبة من السياج الفاصل الشرقي مع الاراضي المحتلة جاء هذا هذه او سلسلة الاستهدافات هذه جاءت بعد موجة كبيرة من التصعيد الاسرائيلي منذ ساعات الصباح الاولى تحدثنا عن 120 هدف ابرز الغارات التي راح ضحيتها شهداء كان يعني مساء هذا اليوم لاستهداف راح ضحيت هذا الاستهداف بالتحديد شرق حي الزيتون في مدينة غزة امرأة حامل استشهدت تبلغ من العمر 37 عاما وايضا جنينها وطفلتها الرضيعة وشهيد اخر عماد انصير يعني ارتقى شهيدا صباح هذا اليوم وشيعة مع اربعة شهداء ارتقوا بالامس في مسيرات العودة في جمعتها السابعة والخمسين على التوالي نتحدث عن حالة من التوتر تشهدها كافة محافظات قطاع غزة مع استمرار الغارات الاسرائيلية في البداية كانت الغارات الاسرائيلية يعني فقط تشمل الاطراف ومواقع واراضي زراعية اما في هذه الاثناء دخلت الى قوة عمق القطاع ربما هناك رسائل تحملها الغارات الاخيرة التي تستهدف المباني السكنية في مناطق مأهولة بالسكان يعني قد تتسع في دائرة الاستهدافات الاسرائيلية خلال نعم اسلام سيحي لي اتدخل هنا واسألك عن عدد الاصابات حتى هذه اللحظة هل هناك ديكي اي حصيلة اولية ربما عن حالات الاصابات حتى هذه اللحظة وان كان هناك اصابات خطيرة ضحى حسب اخر التطورات وردني الان ان هناك استهداف في شمال قطاع غزة يعني على اسره كان هناك اصابتين وصلتاء المستشفى القريب في تلك المناطق ما يرفع عدد الاصابات حتى هذه اللحظة الى اثنتين وعشرين اصابة حتى هذه اللحظة في مجمل الغارات التي شنتها طائرات الحربية الاسرائيلية وطائرات الاستطلاع تحدثنا ان مجمل الشهداء اربع شهداء حتى هذه اللحظة في هذا اليوم ثماني شهداء منذ بدء التصعيد على قطاع غزة منذ امس وحتى هذه اللحظة يعني التهديدات الاسرائيلية تتعالى وتتصاعد بايضا استهدافات جديدة هذه الليلة يعني اقتشي بتوتر كبير يعني هناك ايضا المواطنين يعني هناك خوف كبير بين صفوف المواطنين تعليق للدراسة في كافة الجامعات والمدارس بسبب جولة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ايضا التداعيات هذا العدوان الاسرائيلي اعلن الاحتلال عن اغلاق البحر بشكل كامل في قطاع غزة واغلاق كافة معابر القطاع يعني تطورات سريعة في قطاع غزة جراء هذا العدوان الاسرائيلي الخطير على قطاع غزة وهو العدوان الاول بعد الانتخابات الاسرائيلية يعني قبل تقريبا اسبوعين من الان نعم شكرا جميل لك على كل هذه الإضاحات مرسلتنا إسلام الزعنون من المحافظات الجنوبية أبدأ معك هذا الحوار دكتور عبد المجيد إذن كما أشارت إسلامي تسعت رقعة الاستهداف في قطع غزة لتشمل عمارات سكانية ما هي قراءتكم تداعيات هذا التصعيد وهذا العدوان بحق ابن أشعبنا في المحافظات الجنوبية إلى أين قد تصل الأمور؟ يعني من المفترض أن تكون هذه الجولة أيضا هي جولة تسخين وتصعيد من أجل الوصول إلى أهداف معينة لكن يبدو أن تدحرجها إلى ما هو أكبر من ذلك موجود وارد كل المقدمات تقول بأنه بالإمكان أيضا أن نذهب إلى تدحرج خطير في الواقع لكن القراءة التي يمكن أن تكون قراءة موضوعية لما يجري هو أنه نتنياهو من وجهة نظري لم يكن راضيا عن التفاهمات السابقة مرر تلك التفاهمات مشان الانتخابات عشان الانتخابات كما تذكرين الآن يريد أن يظهر نفسه لليبرمن الذي يتحاور معه حول وزارة الدفاع الأستاذ النظير هو الذي يستطيع أن يفيدنا بذلك يعني فهو أكثرنا تخصصا واطلاعا على هذه المسألة لكنني أعتقد أن نتنياهو يريد أن يرسل رسالة للمتحاورين معه حول الحكومة بأنني أنا رجل الأمن وأستطيع يعني أن أتصرف هذا واحد اثنين الموضوع ابتزاز خطير من وجهة نظر نتنياهو يمكن أن تتعرض له إسرائيل في استقبال احتفالات إسرائيل بمزدوجات عيد الاستقلال والأيروفيجين أو الأغنية الأوروبية أعتقد أن قراءة ما عند حركتي حماس والجهاد الإسلامي قراءة ما أوحت لهم بأنه بالإمكان في هذه اللحظة الحرجة أن يرغم إسرائيل على العودة إلى التفاهمات وتنفيذ هذه التفاهمات من وجهة نظري أن هذه الحسابات ليست دقيقة هناك أطروحات مضادة لهذه الأطروحات وقد تصل الأمور كما تفضلت بالسؤال قد تصل الأمور إلى تصعيد خطير أطروحات مضادة من الجانب الإسرائيلي نعم بمعنى أن التفكير الإسرائيلي يمكن أن يكون ليس الذهاب باتجاه التهدئة كما تعتقد بعض الفصائل في قطاع غزة وإنما العكس هو الصحيح يمكن أن تضح رجل الأمور إلى ضربات جوية كبيرة وواسعة بنك أهداف جديد أو حصيلة جديدة من الأهداف خطيرة تصل ربما تصل إلى الاغتيالات نحن الآن مباني ليس مجرد مناطق زراعية ومناطق فارغة مباني سكنية أعتقد فيه هناك استهداف لمقار معينة وبالتالي ممكن أن نذهب إلى الاغتيالات بمعنى أن تصل الأمور إلى الاغتيالات في هذه الحالة سيدة الفاضلة نعم المرشح هو التصعيد والتصعيد الكبير والتصعيد الخطير وأنا من وجهة نظري أن نتنياهو لن يقبل حالة الابتزاز بين مزدوجين التي فكرت فيها بعض الفصار دعنا ننقل هذا النحاش إلى الناصرة وهو أقدرنا على رؤية هذه المساعدة وضيف منهاك الأستاذ نظير مجلي القناة الثالثة عشر الإسرائيلية قالت بأن نتنياهو أعطى تعليماته بتوجيه ضربة قوية للمحافظات الجنوبية وتصعيد العدوان بحق أهلنا هناك ما الذي يريده نتنياهو إلى أين قد تصل الأمور أولا شكرا للدكتور على هذا الإطراء الذي لا أستحقه لا أستحقه دائما والله تسلم أشكرك سيزير الشكر الحقيقة أن القضايا التي نراها الآن هي قضايا التفصيلية المشكلة هي مشكلة استراتيجية في إسرائيل يوجد جيش وقيادة أمنية وصلت إلى نوع من اليأس من القيادة السياسية التي لا تضع لها استراتيجية واضحة تعينها على التقدم إلى الأمام في التعاطي مع الساحة الفلسطينية لأن الجيش يستعد لعدة معارك متوقعة في الشمال وهو يريد أن يضمن أن يكون هناك شيء ما في الجنوب مختلف والسياسة إسرائيل حتى الآن تبدو في أو سياسة نتنياهو حكومته في هذا الشأن تبدو على أنها سعيدة بالانقسام الفلسطيني تريد أن تكرسه وتخلده وتغديه باستمرار بمختلف الإجراءات والقرارات وضمن ذلك موافقتها على مضاعفة المساعدات الأموال القطرية من 15 إلى 30 مليون دولار التي لم تصل هذا الشهر وادي واحدة من أسباب الانفجار والمساهمة في عدد آخر من المشاريع الطرف الفلسطيني يريد ويحتاج طبعا من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين ومن أجل وقف المظاهرات ضد سلطة حماس هناك هو بحاجة إلى عدد آخر من التسئيلات وإسرائيل تبخل فيها وتتصرف فيها من منطلق المتغطرس الاحتلال المتغطرس الذي يقطر بالقطارة الأمور وهذا الأمر يجعل هناك تناقضات جدية في السياسة الإسرائيلية الآن تنفجر ودائما تكون على حساب شعبنا الفلسطيني الذي يعاني في غزة وبالمناسبة إسرائيل بدأت المحاولات للاغتياب عندما بدأت تعلن أسماء معينة وتحملهم مسؤولية شخصية عن التطور والتدهور عندما ذكرت قائد حركة الجهاد نخالة والقائد في منطقة الشمال الموجدان الآن في القاهرة والشهيدة الفلسطينية التي قتلت وهي حامل الليلة هي من عائلة أحد قادة الجهاد الميدانيين وقد تم استهداف القائد عمليا عينيا فأصيبت هي يعني في هذا التصعيد الإسرائيلي سنراه مستمرا خصوصا وأن الليلة بشكل واضح أعلنوا عن ذلك وقرروا أن تكون هناك غدا شللتان في أوقف المدارس أوقف الحياة التجارية مما يعني أن الليلة ستستمر فيها الضربات إلا إذا اتخذ قرار آخر في القاهرة وهذه الضربات تعني أن هناك تصعيد ولكن علينا أن ننتبه هذا التصعيد يوجد له سقف إسرائيل ليست معنية لا باجتياح قطاع غزة ولا بانهيار حكم حماس ولا بتغيير الواقع الفلسطيني المبني على انقسام هي بحاجة مس إليه في هذه الفترة إسمح لي أن تدخل هنا أستاذ نظير مجلي إسمح لي أن نقاطعك أو تدخل هنا إذن مال رسائل التي تريد تل أبيب أن توصلها لحركة حماس إذا كانت هي غير معنية باجتياح لقطاع غزة اجتياح بري أو توسيع رقعة العدوان بشكل كبير هي الرسالة واضحة أنا أعطيكم متنفس معين من الحرية وليس أكثر من ذلك أنتم بالنسبة إلينا كيس الخبطات طالما أنتم تتخذون هذه السياسة وهذا يفيدنا جدا فأنتم تتحملون الضربات التي نواجهها لكم من آن لآخر لكن لا يوجد أفق سياسي وهذا الأمر يناقش في إسرائيل اليوم لماذا لا يوجد أفق سياسي والمعارضة الإسرائيلية بقيادة جانتس اليوم خرج بتصريحات واضحة لنتنياهو يقول له ما الذي تريده يعني أنت لا أحد يفهم عليك أن الطرف الفلسطيني لا يفهم ما الذي تريده منه تخلد الانقسام حسنا وماذا بعد هل هذا يفيدك بشيء؟ أنت تضع إسرائيل رهينة أمام بأيدي مختلف التنظيمات خصوصا أن إسرائيل تواجه هذا الشهر عدد من المناسبات التي تعتبر مهمة جدا لها حتى الثامن عشر من أيار لديها الأورو فيزيون أو الأورو فيزين مسابقة الغناء الأوروبية التي ستعقد في 14 و 18 من هذا الشهر وتوجد احتفالات الاستقلال بين قوسين التي تصادف في فوق يوم النكبة الفلسطينية وهذه مناسبات لا تريد إسرائيل أن تخربها ولذلك تحاول أن تضغط الآن على حماس لكي تضمن التهدئة وحماس تستغل هذا الوضع خصوصا وأنها لم تحصل على الوعود الإسرائيلية في التسهيلات ولم تقبض المبلغ المكرر أن تقبضه بمبلغ 30 مليون دولار هذا خلق وضعا إشكاليا لكن كل هذا تحت ذلك السقف الذي نشير إليه الانقسام الفلسطيني يسعد إسرائيل أو يسعد القيادة اليمينية الإسرائيلية بالذات وترى فيه مصلحة استراتيجية في الوقت الحاضر وهذا ما أكده ندنياه التصريحات لصحيفة معارف تصريحات سابقة ابقى معي أستاذ نظير ينضم إلينا الآن من المحافظات الجنوبية أيضا الأستاذ عاهد فراوني المختص بأشأن الإسرائيلي أستاذ عاهد هناك اجتماع غدا للكابنت الإسرائيلي ما سنريهات المتوقع ما المتوقع تحياتي لك ولكافة المشاهدين الكرام نتنياه لربما جعل اجتماع الكابنت حتى ظهيرة يوم غدا الأحد حتى يصل أو تصل إليه بعض الأنباء أو الاتفاقيات أو ما يمكن أن يتم التوصل له من خلال الوسيط المصري خصوصا في ظل وجود وفد من حركتين حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة فهناك بالطبع اتصالات في هذا الشأن من أجل الوصول إلى اتفاق لتهدئة جديدة في هذا المدمار لكن أعتقد بأن الأمور أصبحت في هذه الأوقات صعبة بصورة كبيرة خصوصا أن الاحتلال وسع من دائرة الاستهداف ويبدو بأنه حتى بدأ عملية التصعيد هذا اليوم وبالأمس من حيث انتهى في المرات الماضية شاهدنا كيف أنه يستهدف عدة عمارات سكنية يتم أيضا استهداف المواطنين من مادة الاستشهاد عدد منهم من الآمنين ومن الأطفال ومن النساء فهذا الوضع حقيقة وطر الأمور بشكل أكبر مما كنا نشاهده في التصعيد في الأوقات السابقة لذلك المرشح إن لم يكن هناك تدخل جدي والوصول إلى حالة من التفاهمات لربما الأمور مرشحة للتصاعد بشكل أكبر خصوصا بأن نتنياهو يبدو بأنه بعد فوزه في الانتخابات أصبح ينظر لهذه التفاهمات بأنه في حل منها وشاهدنا كيف تباطأ في العمل على تنفيذها في البداية تحدث بأن الجهاد الإسلامي وأمينه العام وأحد القادة العسكريين في الجناح العسكري الجهاد الإسلامي بأنهم يعملون على تخريب التهدي وسوف يقومون بعملية ومن ثم ربط أي تفاهمات أو مرحلة أخرى بالتفاهمات بموضوع الجنود المفقودين في قطاع غزة أي أن نتنياهو كان واضحا منذ فوزه بالانتخابات بأنه يحاول التهرب من استحقاقات التهدي التي تم الوصول إليها قبل الانتخابات ويبدو بأنه كان يريد فترة هدوء حتى يمرر هذه الانتخابات دون منغصات أو دون أي عمليات عسكرية في هذا الشأن فبعد أن نجح في هذا الأمر أصبح ينظر من خلال القوة الكبيرة التي حصل عليها في انتخابات الكنيسة وأصبح يصل إلى المرحلة الرابع من تولي رئاسة الحكومة على التوالي وخصوصا بأنه يسعى لتشكيل أيضا حكومة يمنية هذه الحكومة يعني يعتزم ضم إليها بالطبع لبرمان الذي له مواقف وقال بأنه لن ينضم إلى هذه الحكومة إلا في حال تولي وزارة الحرب وأيضا في حال التراجع عن التفاهمات مع قطاع غزة ابقى معي أعود لك مرة أخرى دكتور عبد المجد السلم أستاذ عاهد فراوني من غزة قال إن نتنياهو يحاول الآن أن يتهرب من أي استحقاقات فيما يتعلق بأتفاق تهديئة الذي أبرم مع حركة حماس إلى أي حد تتفق مع ذلك نعم أتفق ولكن ليس بهدف الذهاب إلى منطقة مجهولة وإنما بهدف الذهاب إلى تفاهمات جديدة قد تكون من سقف أكثر انخفاضا مما كان عليه الأمر أو قد تكون بشروط جديدة مريحة من وجهة نظر نتنياهو لإسرائيل والتصعيد أيضا كما تفضل الأستاذ نظير له سقف طبعا له سقف إسرائيل لا تريد أن تذهب أبعد من بقاء حالة الإنكسام هذا شيء مؤكد وهذه هي استراتيجية نتنياهو إحنا بيحكي إذن عن المساحة الفاصلة ما بين اتفاق أكثر انخفاضا من الاتفاق السابق وتصعيد أقل من تغيير الواقع السياسي في قطاع غيره هذه هي المساحة التي يدور حولها الصراع إذا جازت تعبير يعني لكن هذه المساحة مساحة واسعة وتحتمل الكثير من المفاجآت العسكرية والأمنية والثمن الذي يمكن أن يدفع من قبل قطاع غزة من قبل شعبنا في قطاع غزة هو ثمن كبير وثمن ربما يكون باهظ وأكثر من قدرة القطاع لا تحمله فدعونا لا نبالغ إحنا في رؤية أن السقف في النهاية محدود ولا نبالغ أيضا في قصة التفاهمات ستعمد إسرائيل إلى الذهاب إلى تفاهمات جديدة وأنا أتفق مع الأستاذ الذي قال بأن إسرائيل من هنا وحتى ظهر الغد تنتظر أخبار من القاهرة لكن في نهاية المطاف بالفعل إسرائيل استراتيجيتها أصبحت واضحة بقاء الانقسام تفاهمات بسقوف منخفضة تسمح لنتنياهو بتشكيل الحكومة وتسمح لنتنياهو بإقامة مهرجان الأغنية الأوروبية واحتفالات إسرائيل وفي نفس الوقت تظهر نتنياهو بأنه رجل الأمن القوي ولا يستطيع واحد مثل لبرمن أن يزاود على نتنياهو كل هذا موجود الآن على الطاولة عند نتنياهو وفي القاهرة ولدينا نحن المراقبين والمتابعين الأمور كما تسير الليلة تصعيد كبير وتصعيد خطير ومساحة التصعيد ما زالت واسعة لكن السقف كما تفضل نظير معروف وأيضا فصائل المقاوة لن تقبل بأقل من حفظ ماء الوجه بالنسبة لتفاهمات معينة دعنا نعود مرة أخرى لأستاذ نظير مجلي من الناصر نتنياهو اليوم يحاول تشكيل حكومته جديدة بالتالي اليوم نتنياهو يسعى إلى تشكيل هذه الحكومة ويسعى لإرضاء كل أحزاب اليمين كيف سوف تكون انعكسات ذلك على ما يجري على الأرض في قطاع غزة وعلى موضوع التفاهمات مع حماس للأسف الشديد إسرائيل موجودة في حالة من التدهور التي تجعل نتنياهو يقيم حكومة هي عبارة عن قلعة حصينة له من المحاكمة في القضية الفساد وليس شيئا آخر كل شيء يصبح ثانوي إذا كنا نتطرق إلى مواضيع أخرى الموضوع الأساسي يريد حكومة تضمن له أن تسن قوانين تتيح له أن لا يحاكم في السنوات الأربعة القادمة ولا يترك منصبه كرئيس للحكومة وعندها تبرد سخونة الاتهامات بالفساد وربما يتوصل إلى اتفاق مع النيابة إغلاق الملفات مقابل أن يترك الحياة السياسية هذا هو الخط الاستراتيجي وإسرائيل على الرغم من أنها تعتبر دولة ديمقراطية وجزء من العالم المتحضر تسير وراءه كما لو أنها دولة عالم ثالث تسير وراءه في هذا الشان كل الأمور المرتبطة بالسياسة الأخرى هي أمور تابعة لهذا الموضوع وهو يتعالجها بطريقة قوة الاستمرار لديه جيش قوي وقيادات أمنية لديها استراتيجيات واضحة ولديها تكتيك واضح وتصرف لها ميزانيات هائلة وهذا يضمن أن لا تنهار الدولة ولديه اقتصاد قوي إسرائيل اقتصادها قوي أولا هي دولة عظمى من ناحية الهايتك ودولة عظمى من ناحية إنتاج الأسلحة وهذا يضمن لها وضع اقتصادي متين ولديها الخوف الذي يعتمره نتنياهو سلاحا أساسيا في تماسك الدولة يزرع الخوف لدى المواطنين من كل شيء حول إسرائيل وهذا يضمن التكاتف الاجتماعي فلذلك عنده ثلاثة أركان يعتمد عليها في التقدم إلى الأمام في هذا الإطار من الممكن أن يخوض حربا في الشمال ويخوض حربا في الجنوب ويلغي عملية سلام ويلحق بإسرائيل أذى تاريخي وإستراتيجي إلى الأمام هو لا يحسب حسابا لهذا الأمر لأن القضية أصبحت قضية بقاء شخصي أساسي له وهو إنسان للأسف شديد وفاسد حسب كل الشبهات المحاطة به ويتصرف كقائد فاسد نعم وضحت الفكرة أنتقل إلى غزة وضيف من هناك الأستاذ عهد فراونة كما قال الدكتور عبد المجيد السولم ربما الأمور ذهب باتجاه إيجاد تفاهمات جديدة بين تل أبيب وحماس سقفها أقل من الاتفاق السابق بين الطرفين هذه التفاهمات الجديدة من وجهة نظركم ما هي طبيعتها إلى أين ربما قد تتجه الأمور في هذا الصدد؟ أعتقد بأن نتنياهو يبحث عن تخفيض ثمن هذه التفاهمات خصوصا بأنه حينما تحدث عن ربط هذه التفاهمات أو المرحلة الثانية على الأقل كما يقولون بموضوع الجنود المفقودين في قطاع غزة أي أنها مبرر جديد من أجل التهرب من الاستحقاقات الكبرى في هذا الشأن وربط أي عملية لإعادة أعمار قطاع غزة ومده بالمشاريع الكبيرة باستعادة الجنود المفقودين في قطاع غزة ولكن بالطبع الثمن الذي يريد أن يدفعه حتى يحرر هؤلاء الجنود أو يكشف مصيرهم في قطاع غزة لا يريد أن يكون مثل الثمن الذي دفعه يومها أمام الإفراج عن شليط في العام 2011 لكن بالطبع الضغطات الكبيرة التي يتعرض لها من خلال عائلات هؤلاء الجنود والذين يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم واستعادتهم حتى أنهم قالوا له بأن غزة أقرب من سوريا حينما استعاد رفاة أحد الجنود الذي كان مفقودا منذ 37 عاما وقالوا بأنهم لن ينتظروا عشرات العوام حتى يعرفوا مصير أبنائهم لذلك هذا ضغط على نتنياهو وهو يحاول الاستفادة من هذا الأمر من خلال الضغط أيضا على الفصائل الفلسطينية وخصوصا حركة حماس في قطاع غزة من خلال محاولة استخدام سياسة العصى والجزرة في موضوع التفاهمات لأننا شهدنا قبل يومين قالوا بأنهم يطمحون لعمل منطقة صناعية في منطقة كارني حتى تشغل ألاف العمال في قطاع غزة كما يدعون ومن ثم في مسيرات العودة شهدنا كيف أنهم يستهدفون المدنيين ويعملون على التصعيد في هذا الشأن فحقيقة هناك من جانب نتنياهو العمل على الوصول إلى حالة من التفاهمات التي من الممكن أن لا تضر في صورته الأمنية في هذا الشأن لأن نتنياهو حريص على أن يبقى مستر أمن كما يحب أن يسمى داخل دولة الاحتلال وبأنه استطاع في خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الجيش أن يدير الأمور بحنكة كما يدعي في هذا الإطار وحتى يوجه رسالة أيضا إلى لبرمان بأنه قادر على إدارة هذه الملفات حتى يخفض لبرمان من مطالبه في الانضمام إلى حكومة اليمين المتطرف نتنياهو أيضا هناك موضوع ما يسمى بصفقة القرن لا يمكن أن نستبعد هذا الموضوع لأن قطاع غزة من المحاور الأساسية في هذه الصفقة لأن هناك رؤية أمريكية بأن يكون قطاع غزة هو دولة الدولة الفلسطينية تنشأ فيه ومن ثم يعملون من القول بأنها هي الدولة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة ويستفردوا بالضفة الغربية وضم المناطق سية على الأقل كما يتحدثون في هذا الشأن فبالتأكيد هذه الضغوطات التي قد يتعرض لها من الإدارة الأمريكية حتى يمرر صفقة القرن بما يخص قطاع غزة لأنهم يحاولون العمل على إيجاد هذا السبيل حتى يقولوا بأنهم أعطوا الفلسطيني ولو إنجازا في هذا الأمر فنتنياهو يحاول الموازنة بين كل الأمرين ضغوطات اليمين عليه وخصوصا لبرمن في هذا الشأن وأيضا توجهات الإدارة الأمريكية فيما يسمى بصفقة القرن الأستاذ عهد فراوني المخصص بشأن الإسرائيلي كنت معنا من قطاع غزة شكرا جزيلا لك أعود إليك مرة أخرى دكتور عبد المجيد سويلة لكن قبل أن توجه بالسؤال أريد أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يفيد بارتقاء شهيد شمال بيت لهذا الأمور يعني أخذ بالتصعيد بشكل أكثر أشأل المطروح هنا ما المطلوب اليوم من الجميع لوقف هذا العدوان بحق شعبنا في قطاع غزة يعني لو 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 امتلكنا فقط قليل من العقلانية والموضوعية نحن نستطيع أن نوفر كل هذه التضحيات كل هذا الدمار كل هذا كل هذه الحالة المرتبكة هذه الحالة الملتبسة هذه الحالة التي تبدو بدون أفق لو كنا موحدين كفلسطينيين لو كنا على قلب رجل واحد في إطار شرعي إطار الشرعية الوطنية لما احتجنا إلى كل هذا الذي يجري نحن يا سيدة الفاضل وأرجو أن يعني يتم التفكير في هذا نحن الآن لا نطالب بأكثر من 5 إلى 10% مما كان لدينا قبل 2006 و2007 الآن ما نطالب به السقوف التي نطالب بها الآن وندفع لها وندفع ثمنها هذه الأثمان الباهضة هي أقل من 5 إلى 10% مما كان لدينا قبل 2006 نعم وأرجو أن يعني يعمد المختصين لإجراء مقارنة حتى يتبينوا دقة وصحة نحن لماذا يجب أن نطلع كل هذا؟ ما الذي يجبرنا كفلسطينيين؟ الحل سيدتي هو العودة إلى الشرعية الحل هو إنهاء الانقسام الحل هو الذهاب إلى تفاهمات حقيقية متفق ومتوافق عليها وطنياً بقيادة منظمة التحرير وليس بقيادة لا هذا التنظيم على غراب الجرابي 2018 نعم ولا هذا الفصيل ولا ذلك ولا هذه الأجندة الإقليمية ولا تلك الحل هو بالحل الوطني الحل الوطني هو الالتئام هو التوعي الوحدة هو الشراكة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الحل هو إنهاء هذا الانقسام البغيض الذي لا يحتاج إنهاءه إلا الالتزام بما تم التوافق عليه في 2017 نحن أمام مسألة بسيطة إذا كنا نريد إنهاء هذه المأساة وكنا نريد إنهاء هذه المعاناة لكن يبدو أن الأمور لا تسير وفق المنطق الوطني ولا تسير وفق منطق المصلحة الوطنية ولا تسير وفق منطق ما الذي يمكن أن نعمله ونصنعه لشعبنا في غزة الذي يعاني وعانى الأمرين ويعاني وما زال يعاني يبدو أن الأجندات الخاصة هي التي تحكم منطق الأحداث ومنطق التطور هذه الأحداث نعم أنتقل مرة أخرى إلى سيد نظير مجلي من الناصر يمزيد من القراءة فيما يتعلق بالمشهد الإسرائيلي الداخلي زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس هاجم اليوم بنيمين ناتنياهو وصفا إياه بالافتقار للموقف السياسي الثابت اتجاه قطاع غزة هذا الأمر حسب قوله أدى إلى جولة التصعيد الجديدة ما الذي يرني إليه غانتس سيد نظير هو يقول أن هذه القيادة ليست لديها خط استراتيجي مستقبلي في العمل السياسي هي تقوم بانتقال من معركة إلى معركة وقال شيئا بالغ الأهمية وأعتقد أنه لم يقل فقط باسمه بل قاله كرئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي باسم جنرالات الجيش الذين يقودون الجيش اليوم أيضا قال إنه يحمل أعباء السياسة على الكتاب الجيش والجيش لا يستطيع أن يتحمل هذه الأعباء بمعنى أنه يتهرب من حل سياسي لأنه يستفيد من الواقع الأليم الفلسطيني الآن هو يتهرب من حل سياسي وهذا يحمل الجيش مسؤولية وهو يلمح عمليا أنه قد يشعر الإنسان الإسرائيلي الآن يعني ببعض القلق من هذا الصاروخ أو ذاك ولكن الخطر الأكبر سيأتي لاحقا عندما تنشب حرب مثلا مع الشمال وعندها الجيش الإسرائيلي سيحمل نتنياهو مسؤولية كبيرة عن غياب حل في الجانب السياسي الفلسطيني اليوم في إسرائيل يوجد إضافة إلى كل التناقضات الموجودة في المجتمع الإسرائيلي في قيادة اليمين المتطرف في إسرائيل يشعرون أنه نشأت أفضل مناسبة لهم أفضل فرصة لهم منذ سبعين عاما للتخلص من القضية الفلسطينية وذلك أولا بفضل الإنقسام الفلسطيني ثانيا بفضل وجود ترامب رئيسا للولايات المتحدة هذه أوضاع نشأت يريدون أن يستفيدوا منها إلى النهاية لكن الجيش والقيادات الأمنية التي تجري دراسات استراتيجية وتدرس أيضا الواقع الكليمي والواقع العالمي تعرف أن هذا غير واقعي لا يوجد إمكانية أبدا لتصفية القضية الفلسطينية في الجيش يعرفون ذلك والمقابرات الإسرائيلية تعرف ذلك ولكنها تحاول أن توصل هذه الرسالة إلى القيادة فما يجري اليوم هو وجانس عبر عن ذلك بشكل واضح تقريبا ومباشر عندما قال أن القيادة السياسية قضي عمليا البوصلة الآن ينبغي أن يكون هناك جهد حقيقي أولا لدى كل من له علاقة في الموضوع الفلسطيني ويستطيع أن يؤثر على الأطراف الفلسطينية خصوصا تلك التي تخرب على عملية المصالحة يجب أن ينتبهوا هناك طمع وطموح لدى القيادة اليمينية في إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية الأمر يحتاج إلى رد وصد بالطبع نحن نعرف أنه لن يكون ولكن يحتاج إلى كفاح حتى لا يكون وهذه معركة أساسية ينبغي أن يكون هناك انسجام وتنسيق فيها مع العالم العربي كله ومع كل أولئك الذين يشجعون الانقسام الفلسطيني ويوجد للأسف الشديد عرب أيضا يشجعون هذا الانقسام لفائدة إسرائيل أو لفائدة اليمين الإسرائيلي المتطرف وأن نجد كيف نضع يدنا بيد أولئك الإسرائيليين العقلاء الذين يؤكدون أنه يجب صد هذه السياسة وتغييرها والبحث حل سلمي حقيقي لأسراع الإسرائيلي أبقى معي أستاذ مدير عود إليك مرة أخرى دكتور عبد المجدوه هناك من يقول إن هذا التصعيد هذه المرة يختلف عن المرات السابقة خاصة إذا ما ربطنا بقرب الإعلان عن صفقة القرن بعد شهر رمضان المبارك كما على نجارة كاشنر إلى أي حد تتفق مع هذا الطرح طبعا يعني موضوع صفقة القرن جزء لا يتجزأ من الرؤية يعني هذا مؤكد ويعني لا أستبعد أن يكون هناك موقف أبريكي يعني يحاول وضع صفقة معين لهذا التصعيد يعني تمهيدا للإعلان الذي تفضلت بالإشارة إليه يعني لا يستبعد المرات مثل هكذا شيء ولكن يعني كل قصة صفقة القرن وهذا الضجيج الإعلامي الذي يتحدث عنه السيد كاشنر يعني حاول بالفترة الأخيرة الحديث أقل عن موضوع قطع غز من وجهة نظري أن هذا يثير المزيد من الشكوك والمزيد من المخاوث لدي كمراقب وأعتقد أنه يجب أن يعني يجب أن نفكر في هذا الأمر لاحظي تحدث عن القدس تحدث عن الضم بالفترة الأخيرة بآخر يعني تصريحاته القليل القليل قيل عن قطاع غزة لماذا؟ لأن الاستراتيجية الإسرائيلية كما يعني أتفق بالكامل مع ما تفضل به الأستاذ نظير الاستراتيجية الإسرائيلية حيال قطاع غزة ما زالت ملتبسة حتى بالنسبة للأمريكيين يعني بمعنى يبدو أنه لا يوجد اتفاق تام حتى هذه اللحظة أو يعني ترسيم لإستراتيجية إسرائيلية حيال قطاع غزة لذلك يبدو يبدولي وهنا أتحدث من موقع التكهن والتنبؤ وليس من موقع يعني التحليل المؤكد بمعنى يبدو أن هذه المسألة ما زالت في سياق البحر يعني بمعنى عدم وجود استراتيجية إسرائيلية نهائية حول قطاع غزة قد يثير اللبس فيما يتعلق بموقف أو المواقف التي ستضمنها وثيقة صفقة القرن حيال القطاع لكن طبعا الاستراتيجية هي واحدة بقاء قطاع غزة منفصلا عن الجسد الوطني ومحاولة قيام كيان دولة دويلة واتبعا هذا ليس هو المهم يعني بمعنى الحديث عن الكينونة الفلسطينية المستقلة بين مزدوجين في قطاع غزة وليس في الضفة الغربية الحديث عن الكينونة الفلسطينية في الضفة الغربية أصبحت معلنة حكم ذاتي على السكان في مناطق معينة وربما تكون معزولة ومبعثة عندها من الوقت الدكتور عبد المجدسوير من الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك العفو يا سيدة ومن الناصر الأستاذ نظير مجليا المختص بالشأن الإسرائيلي شكرا لك شكرا لكم إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم موسيقى